واتفاقيات إبراهامة واتفاقيات التطبيع مع هذا الكيان وبعد أن خلنا أن جذة المقابلة المقاومة خفتت في لحظة ما وأن القضية الفلسطينية بدأت تضيع ضمن هذا السياق اليوم يفجأنا هذا الجيل الجديد اللي يراكم نظالات المقاومين السابقين ويخرج من هذا القمقم كعملاق كشعب جبارين ويفرض اليوم معادلة جديدة في الوضع الدولي والوضع الأقليم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة ربما الشيء اللي يسألوا كل مواطن عربي وكل حتى متابع للوضع حاجة غريبة سايرة أنه رغم هذا الكم من التعتيم من عملية التهويد من عملية القمع من عملية التمس للذاكرة للتاريخ للجغرافيا كنا نعتقد وكل المتابعين كنا نعتقدوا أنه هذا ربما هلا جذوة بتاع النظال وجذوة بتاع الحب والتعلق بفلسطين أنها إذا ما نقولوش انتهت نقول على الأقل ذبلت أو ضعفت لكن اللي يغزر اليوم ويشوف ويتابع المشهد الحالي اليوم يرى وكأننا في سراعات المتاع الاربعينات والخمسينات والستينات يعني الجذوة تعود بأكثر وأقوى مما كانت عليه قبل مع هذا الجيل اللي كان يفترض وكان يظن البعض وأنه انتهى هذا جيل ما عندوش هوية جيل ما عندوش بوصلة انتهى فالسؤال المطروح ما هو السر في هذا الرباط وهذا التعلق بهذا الحق الفلسطيني الذي جعله لا ينطفي إلى الآن ما زال قوي في قلوب كل المسلمين وكل العرب في كل أنحاء الأرض السبب اعتقد حسب تقديري الخاص وهذا قلته في كتابي الذي سميته الدستوريوريت وكنتم برك الله فيكم استضافتوني من أجله يتمثل في سبب وحيد يتمثل في أن العلاقة اللي تربط القدس الشريف أو الأرض المقدسة بعامة المسلمين هي علاقة عقائدية بالأساس قبل أن تكون علاقة حقوقية أو علاقة جغرافية أو علاقة تاريخية فالعلاقة يتربط كل فرد ما هيش علاقة وأنه هناك أرض فقط تفتكت أو أنه شعب انتهك أو اقتسب أو أي علاقة من هذا لا العلاقة هي أسمى وأعمق بكثير وهي علاقة عقائدية بالأساس يعني أن هناك كما الإنسان المسلم والعربي الذي يرتبط بدينه وعجز الجميع عن إبعاده على الارتباط هذايا وإخراجه من السياق هذايا نفس الشيء بالنسبة لرباطه بفلسطين والأرض المقدسة والقدس فلما يقع المساس بالأقصى أعتقد أن هناك مقدس عظيم في قلب كل مسلم وفي قلب كل عربي وقع ضربه ومسه وهزه وذلك ترافل حتى في عملية التحرك ما هيش العلاقة أو بالنعنى الشكل بتاع التحرك ما إخذاهش طابع نقول وإحنا متاع في سياسي معين أو حزبي معين أو عقائدي ديني معين إخذاه طابع انتمائي متاع هوية كاملة متاع بوصلة كاملة وذلك تراف الشباب وقت اللي يهب والشعب الكل وقت اللي يهب بالنسبة لي هو هب من أجل حاجة واحدة وأن ذلك المقدس اللي بالنسبة لي هو يمثل آيش يمثل وجوده يمثل كنه يمثل هويته فالهوية اليوم اللي العولمة محاولة العولمة اللي يخدموا عليها اليوم واللي النشطوا عليها الكثير في أنها قضت على هاك الرباط اللي يجعل كل إنسان مرتبط نحو الهوية متاع فشلوا في كل هذا وثبت وأن الهوية لازلت جذوتها قايمة وانسيت حتى اسمه أحد العلماء الفلاسفة وعلماء الاجتماع يقول لك العالم يشهد الآن عودة كبيرة وشديدة إلى رباط الهوية والتعلق بالهوية أكثر من الرباطات الأخرى مهما كان شكلها ومهما كان لونها وذلك اليوم أعتقد أنه الضربة الأخيرة اللي علش هما تمكنوا أو بالأحرى استسهلوا عملية الهجوم واستهداف المقدسات لأنهم كانوا يعتقدوا أنه رتبت الأمور واستقرت الأمور بشكل ممتاز جدا وخاصة خاصة بعد عملية التطبيع اللي صارت المدى الأخيرة من دول أعتقد أنها وازنة في العالم العربي هالدول التي هي الوازنة في العالم العربي مالا وسطوة وجاها وكذا كانوا يعتقدوا أن الدول هذه لما طبعت فأن عملية التطبيع هي شكل أو بالأعنى عكاس لحالة كاملة شعبية لكن تبين من جديد أن هناك فجوة عميقة وعميقة جدا بين هذه الحكومات وهذا هو الحكام وبين الشعوب التي لا تزال إلى الآن متمسكة بثوابتها وهويتها وخاصة وخاصة بمقدساتها ترجمة نانسي قنقر